الخسارة أمام البحرين وأمام إيران كنت متوقع أن المباراة صعبة أمام إيران ما كنت متفاعلة قلت لي مانا مستحيلة بس صعبة صح عموما المبارتين تقييمك لألون وتقييمك للخطوة خلينا نحكيها الخطوة باتجاه أنه نقلنا أرضنا إلى حلب كيف شفناها؟ بداية المبارايتين هنه أسوأ مبارايتين للمنتخب السوري من خلال النوافذ اللي أنا كنت مشرف عليها ما كنت متوقع أبدا فريق البحرين أنه نخسر كنت متوقع الفوز للأسف باسل كان جو الخوف بالصالة طاغي على لعبين المنتخب السوري والسبب هذا الجمهور العظيم هذا الجمهور اللي حضر بيتجاوز لعش 12 ألف متفرش كان حالة سلبية كنت أتمنىها تكون إيجابية هل عدا الشي طبيعي أنا كنت لعب وممكن تحت الرهبة والمسؤولية في لعبين صغار اللي أول مرة مشاركوا تكون الخسارة ولكن هل يتبين معي بعدين أنه لأ فريق البحريني كان أهم مننا الفريق مغير خمس لعبين عنده مع مجنس زائد أنه كمان كرر الفوز على كازاخستان اللي كمان هي ربحة إيران فالفرق قريبة كتير على بعضها إيران عملنا معهم بالزهاب مباراة عظيمة خسرنا فرق إدعاش نقطة بالمباريتين كنا الأسوأ يتحمل المسؤولية المدرب واللعبين وأكثر المسؤولية أنا أنا أتحمل المسؤولية لأنه أنا رئيس تحاد كوريت السلي فأكيد باسل يعني أنا لازم أعرف ليش هيك صار وشو هاللي صار وأنا أتحمل المسؤولية أمام الجميع وأحترم رأي الجميع ومن حق الجمهور يفوت ينبسط ويشجع ومن حق الجمهور يغضب ولكن الغضب حدودها اللي صار بالمباراة الأولى كان طبيعي؟ يعني اليوم عندما يدخل طريف قطراش طريف اللي كان نجم ومازال نجم من نجوم كرة السلة في سوريا وبيحبوا السوريين بغض النظر مع أي نادي كان يلعب أنا مع الوحدة كنت يعني أنت بيتعاملوا معك أنت نجم في كرة السلة السورية نعم في حلب صار معك شيء من عادي لا أكيد من عادي يعني أنا أول شيء بداية كل جماهير على رأسي وهاللي بينقود على رأسي وأنا أتحمل لأنه عم شغل بشأن العام ولكن في شيء موجه ضدي كان هو نوع من الحساسية بين نادي الاتحاد أهلي حلب ونادي الوحدة الدمشقي وأنا للأسف يعني هذا قدري أني أنا درجت وكان منافسنا الأول والأخير الأهلي في بعض الجماهير ما بتعرف في بعض الجماهير ولكن أكون الاحترام لكل الجماهير ولكن الجماهير المحترمة أنا بكون محترم معه والجماهير هاللي أسائط الله يسامحه بس شو تمت؟ فيك تقول باللعبة التانية شو تمت؟ وكان معك مرافقة؟ خلينا ما بتقول المرافقة كان معي حراسة صح هل أد كان فيه غضب؟ ما بعرف الغضب هو الدوري السوري لكوريتسلي هو فكر الأندية بسوريا هو حالة التعصب هو الثقافة الحرب اللي نوجدت عن بعض الناس أكيد أنا ماني عدو لنادي الأهلي أكيد أنا من أشد المحبين للوحدة والكرامة والاتحاد وكل الأندية السورية وأنا بمنصب أمام رب العالمين وأمام الأشخاص اللي وثقوا فيني وحطوني بهذا المنصب يجب أن أكون لكل سوريا أنا رئيسة إحاد العربي السوري لكوريتسلي ساعدة لادية ساعدة حمد ساعدة حمد وساعدة حلب وساعدة دمشق وبعتقد أني ساهم ولو بنسبة بتغيير سورة كوريتسلي أنا صليت 8 شهر في المنصب غيرت بكوريتسلي السوري الكثير هذا واجبي أنا والاتحاد العربي السوري وأعضاؤه كله يأكل لهم كل الاحترام في شيء مبيت ما عرفت شو هو مين الأطراف اللي ما فيني أحكي باسل لأنه أنا وقت بدي أحكي على مين عم تحافظه يعني لما بيكون في أذى للرياضة وللجمهور وللعبين وللنتائج وما زلتم تتكتأ يا أخي سأقولوا أنا بمنصب ما عم بحكي عن أسماء أنا أنا بحكي عن مين اللي عم يسي إلى الرياضة أنا بمنصب بمنصب يجب أن أحافظ على الأدنى لعدم وجود حساسيات حساسيات أحترم نادي الأهري للأخير أحترم جمهوره ولكن في بعض الأخطاء القاتلية اللي عم تصير ما بدي سمي أسامي لأنني أنا نعطاني الأسامي بالله اللي كانت عم توجه يعني في ناس هاي معلومة غير دقيقة إنه والله ندفع لكم المصاري لتسبوه طريف يعني بعدين أنا ليش بدي حراسة بحلب ليش بدي إطلع بحراسة بحلب أنا رياضي أنا كابتن منتخب سوريا لفترة 17 سنة لا يعني ما تفكر خارج نطاق الرياضة أنا كل الناس ورياضيين نحن أخلاقنا رياضية بقولوا الرياضية شو عم بصير برياضتنا آخر فترة إنحلال أخلاقي بكل الرياضة السورية باسل الثقافة لا نتقبل الخسارة لا نتقبل الفوز كلنا منحس أنه نحن خلينا مظلومين نحن مظلومين وفي حدا نظرية مؤامرة موجودة بكل الأندية السورية حالات الشغب هاللي عم تصير يعني أنا أوكي بفهمك أنه أنت متعصب لإكس من الأندية بس أنا ما بفهمك تطلع تكسر سيارة أو تحمل النينة مي وتزدتها على جمهور ما تعرف وين دا تيجي ما بتوقعك تصطدم أنت والشرطة تحفظ النظام ما بتوقعك تفوت تكسر المشالح يعني هون تجاوزنا نتعصب بالرياضي أصلا يعني جاوزنا جاوزنا التشجيع وجاوزنا هذا كله برا الوضوح هذا باسل أنا اليوم بهالفترة 8 شهر أنا فتت بالعمق على الأندية معظم إدارات الأندية تفتقد إلى الثقافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر